تشكيل الاهلي متوقع من وجد نظر تلاتيين طيب تشكيل الاهلي أبقى أقولك على طول في أهل من دقيقة لا ممكن دقيقتين ماشي حلو دقيقتين عظيم دقيقتين دو بس أشتغل بس لبقى قلبه طيب لما بتبقى الأمور بقى فتحة ببقى كريم عشان تقولش أن أنا بخير أنت كريم على طول طبعا محمد شنوه في حلص المرة وما فيش كلام محمد هاني ما فيش كلام علي معلول ما فيش كلام اللي وصل لمعاشكر النادي الأهلي بعد مباراة منتخب تونس أمام منتخب مصر محمد عبد مناعي ما فيش كلام ياسر إبراهيم هو جاهز جاهز من اسمه في المية ولكن ولكن ياسر كان بيشتكي اللي أعمل اللي فاتت لسه راجع مستعيد الجهزية في آخر تمرينين فبرضو الراجل بيشوف لآخر لحظة فالبديل الطبيعي بتاعه هو الروم ربيع خط الوسط مروانة عطية أليو ديانج إمام عشور وحطت ما بين خسين أنا نسيت حطها في الجراف ما بين خسين محمد مجدي أفش أنا حطيت أفشة وبين خسين إمام عشور إن أفشة العرب ما بين اللي معاكم اليوم في المية لأنه هو عايز يضغط طول الوقت وعايز أضاره الجمية طول الوقت فهو الراجل حسب حسب الرؤية لكن أنا طبعا هروح زي ما أنت قلت كريم لفكرة أفشة أو إمام عشور برضو ده تاني مركز الراجل بيفكر فيه خط الوجوم ما بين تاو تاو وهقفلك عن تاو شوية حسين الشحات وكهربا وصلاح محسن سأقول لك ليه ليه لاختيار ما بين كهربا وصلاح محسن بعدين كأجيلك لتاو كهربا وصلاح محسن الكرات الرأسية الراجل عمل حسابه ووقف مع العبت النادي الأهلي أكتر من مرة في القاهرة في المران الأخير في القاهرة قبل الأخير في القاهرة والمران الأول التكتيك النهاردة لأنه مران أمس كان مواصمه بدني المران الأول التكتيك النهاردة الرجل واقف مع ليه بقى اكتر مرة على كرات السبتة فخلي بالك عدد العبل بتجيد كرات السبتة في النادي الاهلي بص كده على التشكيلة دي هتلاقي انه التشكيلة اللي انا حطيتها دي كلها فيها محمد عبدالله ميسر أبريم ومحمد هاني بس فهو عايز لو لو هيروح هيبع عنده افضلية فيما يتعلق بكرات السبتة هيروح لسلاح محسن مش لكهربة وان كان على الصعيد الفني والوجومي لا كهربة طبعا عنده ايج انه هو اللي يكون موجود بشكل اساسي اخيرا تاو تاو حتى هذه اللحظة لما يصل معاشكر النادي له تاو هيوصل بكرة ده المحاولات قائمة على ان الراجل يوصل بكرة يتمرر التمرين الرئيسية للمباراة الجاهزية البدانية هتعمل لها قياسات مليون في المية فمشاركة تاو حتى هذه اللحظة ودي واحدة من المفاجآت الغير سر لا لكولر ولا لجماهير النادي الاهلي ان تاو بكرة حتى اللحظة اللي بكلمك فيها دي كورر نفسه ما يعرفش تاو هي لعبة لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي ما يعرفش الراجل اللاعب تسعين دي اياه مع متخب جنوب افريقيا ورحلة طيران طويلة جدا هيعملوله قياسات بكرة ويشوفه تاو اكيد موجود في قائمة المواراة في التمنتاشة لكنه موجود اساسي ولا لا وطبعا البدير بتاعته هو وردس لي ما قلت ليش احتمالية مشاركة مودست قد دي انا كنت هقوله لي مودست ما يبدأ خمسة في المية والخمسة في المية عالدكة اه ممكن اوزها ميبقاش عالدكة كمان اه ممكن ميبقاش عالدكة الاقرب انه مبقاش موجود على الدكة يعني مع كل اللي انت بتقوله على كوروات العرضية المهمة لا لا ما اتوقعش انا بقولك اللزبة الضعيفة انه يكون موجود عالدكة الاقرب انه مش موجود خالص ليه مش موجود خالص الراجل الكريم لسه بحفظ تسعين اللعيبة مستحيل اخده انزله خاصة العامل للغة لسه ببادئ يكلم مع ديانجو مع كولر وكم لعيف الفرق اوما اللي بتتكلموا معاه لسه الراجل بادئ يدخل مع الفرق الراجل ما اشتغلش مع كولر اصلا ما اتمرنش ولا تمرينة فنية مع الراجل يعني الكلام ده لو هو حتى جاي بقاله 4-5 ايام اتمرن 4-5 تمارين وشاف شغل الراجل وحفظ حفظ فنيا حتى شغل الراجل ادفع به بالاضافة لان الراجل عنده خيارات بتتكلم على صلاح محشن بتتكلم على كارابة عنده خيارات ضعيفة جدا انه يتواجد على دكة البودلاء مش في التشكيل اساسي